كيف تختار معاونيك في هذا المركز؟ ناحية تانية فاندن هم بيختارونا السهم الأول لأنهم بيجوا بيتقدمهم فبنشوف الكفاءات اللي في مصر كتيرة جداً بس هنختارهم إزاي؟ بنجيب يعني مجموعة من الناس مش أنا الوحدي مع أسادزة تانية وحد من برا يمكن حد من أوروبا ونشوف الانترفيو ده بنختار الشباب أكتر ونختار الشباب اللي عايزين يتعلمهم وفعل الملاحظ إنه السن صغير السن فالس يعني بس تعريف الشباب اختلف يعني أنا عجوز جداً بعتبر نفسي الشباب لأني لسه متحمس ما هو تعريف؟ متحمس جداً إن أنا نكتشف حاجات جديدة ونشوف كل فالناس اللي عايزين يتحسنوا ويتقدموا فبنشوفهم وبعدين بيكونوا هما نفسهم سموا عنا وجوم فهما دي أول وبعدين البانال ده يقول ويحبوا بعض وبعدين الحكاية التيم أفورت مش أنا 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 وبس مش الانستوتيوشن بس لوحدها ما هي خدمة المجتمع خصوصاً والمساواة دي فنقول له هتكون الستوش والرجايين هنشوف هتشتغل مع التانيين إزاي انتي ومساواة بين طبعاً أثناء عندنا ستات أكتر من رجال ودي ملحوظة الحقيقة برضاً لأن إحنا عارفين إن الستات عندهم أفكار جميلة جداً ساعات مختلفة بس ده كويس جداً لأن إحنا عايزين الأفكار مختلفة ولازم نكون متكاملين ففيه التكامل جميل جداً كالنورسنج إحنا شغالين على نفسنا على طول إحنا طول الوقت بنحاول نطور من نفسنا ونس كتير بتحاول إنها تاخد دراسات عالية وكورسات وحاجات طول الوقت إحنا بنحاول نقضيت لنفسنا عشان نقدم أفضل خدمة يعني إحنا عندنا فيه بروغرامز للإديوكيشن للتمريض إن المؤسسة بتوفر لنا يعني كان زمان قبل موضوع إن هم هيقفلوا السفر وكده إحنا كنا بنروح نتعلم في إنجلند وفي أمريكا بنروح ناخد هناك شهر ونص أو حاجة بناخد فيها كورسات وبنتعلم ونشوف المستشفى التانية يعني نتبادل التعليم وده معها برا وفي الوقت الحالي اللي إحنا بنعمله المستشفى بتوفر لنا حاجات أونلاين وكورسات وطول الوقت يهم يعني كين إن إحنا نبقى أحسن وأحسن ونفضل نشتغل على نفسنا يعني عشان نقدر نقدم خدمة تمرضية بمستوى عالي يعني الإختيار السيدات في المركز جاء بالاختيار يعني جاء بالاختيار يعني باختيار من ناحيتين من الشباب نفسه ومن البانيل ده وبعدين من التجربة وبعدين آخر حاجة إنه يقعدوا ستة شهر أو سنة ونقول لهم أنتم مبسوطين إلا إنتوا أعجبكم الجو المحيط ده الجو اللي إنتوا مفيده فقالوا آه طب إحنا مبسوطين إنما مش كناش مبسوطين طب خلاص بقى مع السلامة روحوا إحنا الثانية فده الإختيار الحاجة الجميلة الثانية نعتمد بطريقة شديدة جداً عن المجتمع المصري لأن إحنا بنقول لهم وبنؤمن بإيمان كامل إن إحنا هنا لخدمة المجتمع المصري وبنقول لهم أنتم بتتبرعوا لمؤسسة أنتم تملكوها مش إحنا دي فاونديشن موجودة هنا وإحنا عن روح وهو الشباب اللي بيشتغل هنا المصري أغلبه مصري نعم 95% هيقعد هنا وهيخدمكم بس فيه سيستم علشان للمستقبل أن دي تفضل علشان مستوى على أعلى مستوى اللي احنا بنسميها Excellence وخدمة المريض والأبحاث العالمية والتفاعل مع العالم إحنا مش مقفولين في فكرة الأبحاث والأبحاث العالمية العلاقة مع الشعب المصري ولما كنا ابتدينا وكان أغلب الفلوس كاية من الخارج لسه بنجيبكم الفلوس من الخارج طبعا المتبرعين المتبرعين معظمهم من المصر بنسبة كم فلمية دكتور؟ تقريبا تقريبا كم؟ لا أستطيع أن أقول لها حضرتك الفيجاس يمكن أن تقريبا 70-80% هذا شيء جميل فعلا نقول لهم يا جماعة المستشفى دي تنتمي لكم ونحن لا نأخذ ولد ليس كلنا طبعا هناك شباب يجب أن يخلوا براهم من عائلتهم لا أعرف ماذا واحد مثل أنا متبرع أريد فلوس لا أريد فلوس لا أريد فلوس والحاجة الثانية اللي بنسميها مع رأس شعيف بالعربي يعني الملاليم اللي بنتفعها بتعمل نفس اللي بتعمل في أوروبا وفي أمريكا